يمكن في هذه النقطة تحديداً برضو الرئيس بيتكلم دايماً عن حروب الجيل الرابع السوز محمود وبرضو في هذا السياق في السياق أحداث محمد محمود وأحداث تلك الفترة اللي طبعاً ظهر فيها الشعار البزيء لو يسقط حكم العسكر والحاجات دي الرئيس النهاردة قال أنه كان المطلب حينها خروج المجلس العسكري لذلك كان هناك خطة لكي يكره الناس المجلس العسكري نسمع جزء ولو جزء متعلق بهذه النقطة ونرجع للأستاذ محمود مسلم لأسبوع وحفكر كتير من المثقفين والمفكرين ورجال الدين والإسلاميين اللي أنا أعدت معاهم في الفترة دي وتكلمت عن كل مشاكل مصر في الوقت ده كما أتكلم عنها الآن كما أتكلم عنها الآن يعني المرض واحد التوصيف ما تغيرش يا ترى طلعوا قالوا أن الرجل ده قال لنا أن الرجل ده قال لنا لا قبل لكم بتحديات مصر هتتخرب منكم يطلعوا يقولوا كده على المنابر أنا كنت بقعد معاهم بصفة مدير المخابرات ومسؤول على الاتصال بيهم يطلعوا يقولوا اللي أنا قلته قلت لهم لا قبل لكم بتحديات مصر والمشاكل اللي موجودة فيها من فضلكم ابعدوا أنتم عن الحكاية ديت مش ابعدوا لي نحن لا ابعدوا لأنمتم حتى لكم أفكار هتبقى عائق كمان عليكم في معالجة الكلام ده أمام تابعيكم تفضل أسماء يعني هو الرئيس بتكلم بشكل عام على أنه حذر جماعة الإخوان من أنه هم يعني يتولوا رئاسة البلد كل الناس اللي كانت قريبة من هذه الجماعة وعرفة قدرتها كانت عرفة أن يعني 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 تريد ما كانش عندهم حد قدر شركة قبل كده يعني شركة يعني شركة جديرة يعني كل على رأي اللي كانوا بيقولك كان كل يعني كل تجارتهم حتى في البقالة والحاجات دي فمرة واحدة لقوا نفسهم بيديروا دولة كبيرة زي مصر لكن هم مشوا وراء رغبتهم مشوا وراء طموحاتهم مشوا وراء المخطط التركي والقطري اللي هو كان عايزهم يتولوا مصر عشان هم اللي يديروا مصر وده اللي احنا شفناه بشكل واضح لكن وزي ما بيقولك كده مثلا نفتكر مثلا محمد مرسي لما كان مشكلة كهرباء فطلع عليك الراجل بياخد شنجينيه وسكينة يعني ما فيش رؤية ما فيش حل للمشكلة وده امور يعني بسيطة اي حد عنده مئة الف سبب يعني ممكن من الكلام اللي قاله الرئيس النهاردة برضو المهم ان مصر كان عندها مئة الف سبب يخليها الاربع خمس سنين لفذول يعني انت انشاغل بس في استعادة الامن وواجهة الارهاب لكن في دولة بتتبني يعني في خط موازن لبناء الدولة مش 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 في مشاكل كتير اتحلت اه في مشاكل تانية موجودة وفي تحديات الناس بتوجهها بس طول الوقت الدولة متفاعلة والحكومة متفاعلة مع زي القضايا مش 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 سعيبها فكان عنده حق طبعا لما يعني لو لو نصحهم انه هما او هو نصحهم انه هما لكن هما طبعا يعني ما سموش الكلام لان هي اه قرارهم ما كانش من دماغهم قرارهم من كان اللي بيصرفوا عليهم سواء القطريين او الاتراك او بعض الدول الاخرى مهم